المنتخب الأولمبي يستدعي حارسين محترفين لمعسكر سبتمبر الثاني استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي على استدعاء الحارسين المحترفين أحمد نادر السيد لعب في زلة البرتغالي وعلي نادر لعب الخور القطري للانضمام للمعسكر الثاني للمنتخب والمقرر انطلاقه 15 سبتمبر الجاري ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبيات باريس 2024 وبدأ المدير الإداري للمنتخب بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بانضمام الحارسين حيث يتواجد في المعسكر المقام حاليا في الأسكندرية علي نادر على أن يعود وينضم للمعسكر الثاني يوم 15 من الشهر الجيل منتخب الناشئين يواجه الجزائر وديا استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية استقر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين موليد 2006 على خوض مباراة وديا مع نظيره الجزائري قبل انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة يواجه المنتخب الناشئين نظيره الجزائري في مباراة وديا يوم 2 نوفمبر المقبل قبل انطلاق التصفيات التي تقام في الجزائر في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر الأهلي بيجدد عقود 15 لاعبة في فريق سيدات كرة اليد زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي على كل الألعاب وعلى كل المستويات بيحاول أنه يجدد لكل اللاعبين واللاعبات اللي في كل الألعاب الجماعية الأخرى سواء الهندبول أو اللي هي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة الحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد جدا الأهلي بيطلق بطولة التنشيطية الستة لبراعم السباحة وكرة الماء من 8 إلى 10 سبتمبر يطلق النادي الأهلي بطولة التنشيطية الستة لبراعم السباحة موليد 2012-2013 بمشاركة ألف سباح وسباحة في فرع النادي بمدينة نصر وكرة الماء موليد 2010-2011-2013-14 بمشاركة 300 لاعب في مقر النادي بالجزيرة وتحمل بطولة كرة الماء اسم الراحل كابتن طارئ الصغير لاعب كرة الماء السابق والذي شغل منصب المدرب ومساعد رئيس جهاز ألعاب الماء وتعتبر البطولة تكريما له لما قدمه طوال مسرته كلاعب ومدرب ومسؤول داخل النادي الأهلي يترقص اللجنة العونية المنظمة للبطولة كل من وإلعزة رئيس جهاز ألعاب الماء ومحمد فاضل نائب رئيس الجهاز ومحمد علام مدير جهاز السباحة ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء محمد صدقي مدير بطولة السباحة وكريم منير مدير بطولة كرة الماء والمنصق العام محمد رشوان ريشة وأحمد فهمي إداري البطولة محمد صلاح بيتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدورة الإنجليزية في وسط الحقيقة المستوى أو انتقادات شديدة جدا أنا شايف أنها ليست منطقية الحقيقة طبيعي جدا أن مستوى يبقى في أول الموسم ليس بالشكل الجيد ولكن ده مستوى جماعي للفريق بالكامل الحقيقة مش محمد لوحده ولكن في ظل هذه الانتقادات محمد هو هو أكثر اللاعبين إحرازا أو صناعة للفرص هذا الموسم في البريميوم ليج حتى هذه اللحظة محمد صلاح ومن بعده كيفين دي بروين وبقية اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين 24 فرصة صناعة محمد صلاح لزملائه وكيفين دي بروين 21 وجاك هاريسن 18 ليتزي يونيتد وليكاي جوندوغان منشستر سيتي وجيمس وارد من ساوس أمتون طيب دي كانت أخبارنا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حنستقبل فقرتنا الأولى النهاردة عندنا فقرتين مهمين جدا حنتكلم فيهم في كل الحاجات اللي احنا وحقر كل الكلام اللي حضراتكم بعتينه سواء على كل الصفحات الخاصة بقناة الأهلي سواء على الفيسبوك أو أيضا التويتر أو انستجرام أي حاجة حضراتكم عايزين تبعتوها وقلونا رأيكم في سؤالنا النهاردة من وجهة نظرك مين اللاعبين المحليين اللي ممكن النادي الأهلي يستعين بيهم خلال الفترة اللي جاية إذا وجد إذا وجد